ولتسليط الضوء أيضا على زيارة البابا فرانسيس المرتقبة ينضم إلينا رئيس مؤسسة سوريا للثقافة والإعلام نوزاد بوليس مرحبا بك سيد نوزاد كيف تقرؤون سياق هذه الزيارة التاريخية المرتقبة للبابا إلى الموصل أهلا وسهلا شكرا ليو تي فيو وهذا الاهتمام المستمر بزيارة قداسة البابا الفاتيكان إلى العراق هذه الزيارة التاريخية يطمح المسيحيون إليها منذ زمن طويل واليوم ستحقق بعد تأكيدات قداسة البابا على هذه الزيارة بالرغم من كل الظروف والتحديات هذا مؤشر بأن البابا محتم بشؤون العراق وعلى العراقيين جميعا المبادرة بأن هذه الزيارة بجميع أطيافها وبجميع تلويناتها وأديانها وشعوبها تطمح لهذه الزيارة في هذا الحراك السياسي الموجود في العراق الجديد العراق منذ 2007 يعاني وهناك كما أكد عليها قداسته بأنه المعذبين زيارة المعذبين لهذا ستكون لهذه الزيارة سياقات عديدة وأهمية لمستقبل العراق الجديد نحن نطمح المسيحيين أن تكون هذه الزيارة العودة السريعة لشعبنا إلى مناطقه التاريخية من البصرة والموصل وبغداد وسهل نينوى والكثير من المناطق التي تعرضت إلى الهجوم والقتل والتنكيل بحقوق الأديان وبحقوق المسيحيين وبحقوق الشعوب الأصيلة لهذا الشعب العراقي سيد نوزات ماذا تعني زيارة البابا إلى النجف ولقائه بالسستاني؟ هل هناك تفاصيل جديدة حول اللقاء وبرنامجه؟ هناك بعض المعلومات تسربت وهناك برنامج خاص لقضية زيارة النجف الأشرف حيث المرجعية الأعلى للشيعة ثاني أكبر المكونات الإسلامية في العالم وهي زيارة تاريخية لهذه المرجعية بعد اتفاق الأزهر وأنتم تعرفون جيدا الوثيقة التاريخية الإنسانية أو الأخوة في الإنسانية التي وقعها البابا قبل عامين أو ثلاثة واليوم سيوقع في العراق العراق هذا الذي له تاريخ في الأديان الأبراهيمية وعاصمة الديانات الإبراهيمية أورو الكلدان هذه الأهمية التاريخية لهذه زيارة تأتي من مقابلته وزيارته للمرجعية الععلى لكون المرجعية الععلى في النجف هي من لها أثر على الحياة السياسية والاجتماعية العراقية ولهذا سوف تكون لها معاني كثيرة من توقيع هذه الوثيقة الإنسانية الثانية في العالم وزيارة البابا تأتي لمرجعية النجف أيضا بأنها زيارة للتسامح للتعايش الدين في العراق لإهتمام ورعاية التنوع العراقي والذي يعتبر المسيحيون الأصلاء لهذا البلد فإذا هذه الزيارة لديها معاني كبيرة في إقامة السلام إقامة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن من جنوبه إلى وسطه وإلى شماله وإلى كردستان هذه السيارة سوف تبدأ من بغداد من سيدة النجاة التي استهدفها الإرهابيون يوم واحد عام 2010 هذه لها معاني بأنه الاستهداف لا يؤخر ولا يؤخر حياة العراقيين علينا جميعا أن نتوحد من أجل خطاب السلام والمحبة فرسالة المسيحية المحبة ورسالة الطابة قداسة الطائية أيضا المحبة للجميع والإنسانية للجميع والسلام والأمن والاستقرار لبلدنا الحبيب رئيس مؤسسة سوريا للثقافة والإعلامة سيد دانوزات بولس شكرا جزيلا لك